السلام عليكم طلاب صف خامس محاضرتنا لهذا اليوم ستكون عن السوماتفورم اندسوسياتيب ديسوردرز حقيقة هاي الامراض انا اشوفها كلش تشالينجين مزعجة بالتريتمنت و فالسوماتفورم هي اعراض جسمية تصير بس ماكو اي تفسير عضوي الها فيعتقد انه منشأها نفسي تصير عدهم اعراض جسمية تكون significant تكون associated with significant distress or functional impairment ذول المرضى محتمل انه يكون فعلا عدهم مرض عضوي بس هم مركزين بدرجة مطبيعية على اعراضهم الجسمية وكذلك مركزين على افكارهم ومشاعرهم وتصرفاتهم اللي هي تكون نتيجة لهذه الاعراض الجسمية السوماتفورم ديسوردرز يا جماعة الخير البرفلنس مالتها عظيم primary care patients المرضى اللي يرحون للمراكز الصحية مثلا 30% من ذول المرضى اللي يرحون للمراكز الصحية عدهم medically unexplained somatoform symptoms في احيان كثيرة انه المريض تكون عنده حاجات نفسية بس غير ملبات فهذه الحاجات النفسية غير الملبات will manifest as اعراض جسمية هسا هنشوفها بعدين من نجي نفحص المريض هاي الاعراض الجسمية حقيقة من وجهة نظر فيزيولوجية do not make any sense بس تتبع تصور المريض عن انه شون هذا العرض يكون مثلا المريض هسا هنشوف بعدين بالconversion disorder اللي هو functional neurological symptom disorder مثلا اذا اكو pattern of numbness خدر فهذا الخدر من اندزة على النيورولوجست وفحصة does not follow the usual sensory pattern from a neuroanatomical point of view بس يتبع تصور المريض الشخصي من انه الخدر شون يصير واضح هسا نجي الى الامراض اول شي somatic symptom disorder تركزونا عليه فالمعضة اللي عدهم somatic symptom disorder عدهم عرض جسمي واحد على الاقل او اكثر عرض جسمي واحد على الاقل او اكثر وفي اغلب الاحيان عدة اعراض جسمية ذول يرحون لهواية اطباء ويجون جايبين علاقة متروسة ترس تحاليل وفحوصات وطاب بين مستشفى قبل ويجوز حتى مسوي لهم عمليات جراحية احيانا مريضنا يكون فعلا عنده فد physical problem بس هو مركز تركيز مو طبيعي على العرض الجسمي ومستحوذ على حياته وعلى تفكيره زين وهو يصير الهمش يعني شغل الشاغل وهم الأساسي فهذا هو الفرق فذول يعني perseverate over their condition يعني شنو perseverate يعني يظلون مجلبين ويعوفون كل شي بحياتهم بس يجلبون بهذا العرض انه هو ليش قاعد يصير بيهم اكفد اختراع اسمه symptom migration هجرة الأعراض مريضنا يحير بعرض معين مثلا صداء بعد يعوف الصداء ويجلب بعرض آخر اللي هو حرقة المعدة في حالة اذا كان السوماتيك سيمتم ديسوردر متمحور حول الألم فنقدر نستخدم الاسبيسيفاير with predominant pain هاي الجملة الأخيرة ركزولي عليها كل الزين انت قاعد لازم خفارة بالطوارئ اجدتك مرة شبيرة بالعمر عمرها سبعين سنة جاية من فاتحة وحلقها مع وج جاية من فاتحة اسم الله اسم الله عليكم ابنها توثى وحلقها مع وج فيجون عليك زملائك يقولوا لك دكتور هاي اتش واي اس عوفها لا بمثل هي شي مريضة افترض انه هي stroke او الneurological deficit هو اول احتمالية تشخيصية انا لازم استثنيها اخلي الاش واي اس اخر شيء اللي هو الاش واي اس هو المصطلح اللي احنا نستخدمه لل functional neurological symptom disorder or conversion disorder فتديرون بالكم من هالفقرة لا تخلون زملائكم يقولون باذانكم شفتوا خالة شبيرة بالعمر او حجة شبيرة بالعمر عنده stressor وصارت على اثر اعراض مفاجئة استثني الاسباب العضوية لازم لان somatoform disorders منفكر بيها كاول diagnosis وانما هي diagnosis of exclusion بالاخير استثني كافة الاسباب العضوية للمرض يلا ذاك الوقت اقول علي ان هو somatoform فبالنسبة الى somatic symptom disorder one or more somatic symptoms عرض جسمي واحد او اكثر قلنا may be predominantly pain اللي هي تسوي لي distress تسوي لي significant disruption وat least one of the following عندي 3 ايتمات على الاقل واحد من عندهم لازم يكون متوفر disproportionate and persistent thoughts about the seriousness of one's symptoms تجي افكار مستمرة بانو الاعراض مالتا خطيرة وهو الايتم الثاني انه دائما عنده قلق بشأن صحته او بشأن الاعراض مالته دائما هو قلقان يعني تحس انه هو شخص بين قوس ينسوري تعذروني رح افطر استخدم هذا المصطلح شخص متمرض يعني اقل شي يصير بي رأسا يقلوب الدنيا ويقلق ويكرس وقت وجهد وطاقة كلش extensive الهاية الاعراض المفروض انه six months more than six months for persistent state of being symptomatic وقلنا symptom migration ممكن اصطير انه مو شاطئ لخد رب رجلة لان خد رب رجلة هذا على الconversion مثلا حرقة معده صداع مزيين او مثلا يصير عنده وجعب صدره يتراوال انه عنده cardiac problem بينما هو بالحقيقة لذلك نرجع على محاضرة anxiety and related disorders جماعة panic attacks احيانا يصير عندهم somatic symptom disorder يتراوال انهم معدهم serious cardiac problem او become preoccupied with cardiac issues مزيين فهسا احنا قبل ما اعبر لكم على الابديميولوجي مات somatic symptom disorder ابو somatic symptom disorder يكون preoccupied بعرض يعني صداع وجعب الصدر وجعب البطن حرق بالمعدة هي هاية تكون شغلة الشاغل وهم الأساسي العرض السمتم وليس تشخيص ما يجيك يقولك انا عندي سرطان بالمعدة اذا اجاد قل لك انا عندي سرطان بالمعدة هذا معناة نقول عليه الابديميولوجي نتوقع ما بيوتهم بيوتهم ومجتمعاتهم ما عندهم صوت لذلك طريقتهم حتى يعبرون النفسهم وعن انهم مدعانون نفسيا ان نصير عندهم هاي العراب واضح فنجي الى Treatment and Prognosis فستضبطناها طبعا لان اجلنا Low Education Low Socio Economic Unemployment وذا كانت Traumatic Experiences بالChildhood كلها زيد الرزق الكورس مالتي مع شديد الاسف مزمن و debilitating يصير waxing و waning relapsing و remitting حتى لو اذا صار المريض زين مني صير stress ترجعت اللاصمورة بالنسبة لل core symptomatology ما لت السوماتيك symptom disorder ما عندي فالدو يطيب هذا الموضوع ما عندي يعني من ناحية هي هو هذا ما عندي دو طيبة مثلا بالسكتسوفرنية الكور symptomatology هو psychotic disorder يعني psychotic symptoms فاللي طيبها anti-psychotic بال major depression الكور symptomatology هو depressed mood اللي طيبها anti-depressants فهمتوني بس هنا ما عندي دوة يشتغل على الكور symptomatology multi-somatic symptom disorder المفروض انه احنا نكنك المريض وي طبيب واحد هذا الطبيب تكون زيارات المريض اليه frequent وbrief حتى نجنب المريض unnecessary medical workup and treatment نسوي minimization للunnecessary medical workup and treatment من مريض نيتحسن نخلي الانتيرفل ما بين كل زيارة وزيارة لهذا الطبيب الي احنا كنتك لالوية يزداد لازم انحسس المريض انه احنا مصدقين انه معاناة حقيقية وهذا بغض النظر عن اذا كان اكو سبب عضوي لاعراض المريض او لا ركزولي عليها هاي الجملة you should empathize with the patient الهدف مو انه العراض تختفي الهدف انه ارجع functioning مع المريض ما اخلي انه ابسس طول الوقت بهذا العرض وبتأثيرات عليه ارجع لل functioning ما لت اخلي يقدر يفكر الاشياء اخرى كل ذن الامور انا لازم اسويها للمريض اوكي لازم احنا اذا كانت اكو اسباب نفسية لازم انه انا احاول اسوي بس ببطر ليش لان مريض من نقول ليابا انت يحتاج لك احالة طبيب نفسي رأسا رح يفترض دكتور يعني انت شنو قصدك يعني انا مثلا مريض نفسي دا اقول لك انا صير عندي حرقة بالمعدة او وجع بالصدر او وجع بالراس شلها علاقة الحالة النفسية انا نفسيتي زينة كل شي ما بي فاحنا كسايكايتريست لازم ننسق بيننا وبين هو هذا اللي ملتزم بالمريض ونحاول على كيفنا انطلق هاي الانكونشيس كونفلكت اللي دا سبب لنا هاي انه الانكونشيس سايكولوجيك كونفلكت اللي مانفست از فيزيكل سيمتم فمرضانة جماعة السوماتيك سيمتم ديسوردر مرح يحبذون الاحالة الى طبيب نفسي مرح يحبذون فنتوقع من ابو البرايماري هالث كار فيزيشن انه يتعاون ويانه وقلنا هدف العلاج ليس ازالة الاعراض وانما استعادة الوظيفة الوظيفة مو بس الوظيفة يعني شغلة حياة الاجتماعية حياة الزوجية كلش هسا نجي الى الكونفيرجن ديسوردر اللي هو الفونكشنل نيورولوجيك سيمتم ديسوردر من اسمه اهنان طبعا هذا المرض it will be the pain of your existence maybe until you retire from your physician career مشكلته انه كثرته في هذا البلد غريبة حقيقة من حد داومون طوارئ ان شاء الله باتشور اقبى بعد التخرج رح تعانون من جماعة الكونفيرجن لان ذولي رح يطلبون قدر من الاهتمام ممكن يسوي لك تشتيت للجهود بينما انه انت عندك حالات خطرة موجودة بالطوارئ تتطلب انتباه اكثر بس هم ذولي لان يجونوا اياهم اهلهم وتكون يعني serious و sudden فانت يشتت جهودك وتنجبر انه you tend to them مع العلم انه هم اوكي فعدنا at least عرض عصبي واحد على الاقل عرض عصبي واحد على الاقل اللي هو ما نقدر نشرحه بانه فتحالة اصبية لذلك قلت لكم الخدر ما يعتبر سوماتيك سيمتم يعني هنا احنا خلنشوف عما شلل خدر لان هذا neurological ويكون عادة الonset sudden الonset sudden ابو السوماتيك سيمتم ديسوردر يكون الonset gradual بينما الاكيوت يعني الonset بال functional neurological symptom disorder احنا نسميه يكون sudden abrupt acute هيا رح اضيف كلمة acute هنا ورح اضيف لكم انه gradual onset بال epidemiology multisomatic symptom disorder اكو اخترار اسم لبيل indifference كلش مهم هذا classicly associated with conversion شنو معناته يعني اتخيلوا واحد من جماعتكم اسم الله اسم الله علي ان شاء الله صحة وعافية للكل صار عنده شلل مفاجئ طبعا تتوقع انه هذا الشخص يكون منهار بينما جماعة الconversion تصير عندهم اعراض مفاجئة اللي هي تكون كلش devastating بس بس will appear calm or indifferent هذا في شي peculiar لهم هايا الحجاية اللي هي patients with conversion disorder unconsciously produce symptoms and cannot control when they occur symptoms may persist even after they become aware of the nature of their disorder شباب وبنات ركزوا لي على هالجملة احنا بالكتب وبالliterature نقول جماعة الفنكشنل نيورولوجيكال سمتم ديسوردر عملية انتاج الاعراض عدهم ليست واعية هذا الحجي الكتب والمفروض انه ما عدهم سيطرة على الانسة مالة الاعراض بس اللي حتشوف بالواقع مع شديد الاسف بالذات بالعراق يتعارض مع هذا الحجي حتداون طوارئ راح تشوف كيسات 100% they are consciously producing their symptoms بس راح تقول عليهم conversion فاني انصحكم for the sake for the sake of your own mental health to preserve your inner peace in order not to become a misanthrope لتصيروا معادين للمجتمع انه we stick with the literature انه هاي الاعراض الى production ما لتها يكون unconscious لا واعي والمريض ما يقدر يسيطر على نفسه ما يقدر يسيطر الشوق تطلع الاعراض بس الحجي على أرض الواقع ترك completely different انتو حتشوفون ان شاء الله حتداومون طوارئات ورح تشوفون رح تذكرون كلامي يجوز يطلع كلامي غلط انا ناتجة عن تجربتي بس يجوز انتو تجاربكم تكون مختلفة فالconversion قلنا يكون common بالhospital والclinical settings 20 الى 25 بالمية من المرضى اللي يراجعون العيادة الاستشارية الخارجية ما انت النيورولوجي هم عندهم conversion disorder 20 الى 25 بالمية نسبة هائلة تعتبر يعني زملائنا بشعبة الطب الاعصاب بالعيادات الاستشارية الخارجية مالتهم يعني ربع المرضى اللي يراجعوهم هم عندهم اعراض conversion اللي قلنا هي هاي اللي هي motor low sensory هاي الاحشاية جدا مهمة حتى نفرق الصرع العضوي من الصرع النفسي عندي طريقتين فقط 100% باقي الطرق اللي هي هسا هنشوف جدول مقارنة موجود عدكم هذا الجدول هي عينك ميزانك ذولي الطريقتين الساينتفك 100% هم التالي انه من دي يصير شمرة عند المريض اسوي لتخطيط دماغ فيديوي فيديوي تخطيط الدماغ فيديوي ورح تكون اثناء الاتاك البرين ويفز نورمال وليس صرعية ليس ابلفتك الطريقة الثانية من المريض ينشمر اسحب بلاد منه رح يكون مستوى البرولاكتين بالدم معلق بينما بالسايكوجينيك سيجر رح يكون معدل البرولاكتين نورمال نورمال بالسايكوجينيك سيجر هاي لي الفيت بالترو سيجر هاي الطريقتين ينحفظون حفظ لان غيرهم مجرد عينك ميزانك واضح عينك ميزانك وهاي النسبة تحفظوها 20 الى 25 بالمية من المرضى اللي يراجعون عيادات الاستشارية الخارجية مالت النيوروجي هم معدهم كونفرجن وحشاية unconsciously produce symptoms هاية تحفظوها cannot control when the symptoms occur هذا حتش الليتراتور حتش الواقع غير الشكل بس هاي بعدها نتناقش بها اثناء شرح المحاضرة in person ان شاء الله فلذلك هنانا يقول يعني هو المريض افتهم انه اعراض كونفرجن بس ممكن تبقى حتى بعد ما يفتهم انه اعراض هي كونفرجن فهنانا عندي functional and neurological symptom disorder diagnosis and DSM 5 criteria at least على الاقل عرض عصبي واحد of altered voluntary motor or sensory function يعني الوظائف الحسية والحركية الارادية voluntary يعني ماكوا واحد يصير عنده HYSE يبطل يتنفس هايا لا ارادية واضح لازم تكون ارادية حسية او حركية عرض واحد على الاقل او يجوز اكثر at least one هسا قلني انه مثلا مريضنا يجي عنده خدر بايده او برجله ادز على ابو النيورولوجي يفحصه يشوف انه ما متطابقة مع يعني هو مثلا ما متطابق فهايا هي الفكرة او مثلا هو paralyzed والتون والpower normal الاعراض تشمل الشلل الضعف العما الخرس الخدر الشمرة اكو فتشي انه يحس روحة مختنق نسميها globus hystericus هايتحفظوها حفظ globus hystericus lump in the throat sensation of lump in the throat حس عبالك وكأنه دي يختنق اكو فتشي بحنجرته ساد الحركة وساد التنفس هي خنجة طبعا اتوقع انه مرتين الى ثلاث مرات more common in women بس ترى نشوفه بالمن وبالمن نهوية اتعسي صير شايفي احنا حتى بالطورقات شايفي يصير بالناس اللي هم بالاماكن الريفية الناس اللي هم lower socio economic class يصير بالناس اللي ما عدهم ذاك الاجوكيشن القوي ما عدهم ذاك الانكم القوي زين فهذا الحجي هسا انا اريد احتيلكم اياه اريدكم تفتهمون انه ما رح تجيكم لل emergency department ساعة ب 12 باللي college professor تشتكي من conversion النماذج اللي رح تجيكم هي نماذج مهمشة في بيوتهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم ما عدهم صوت ما عدهم قدرة على اتخاذ القرارات فيما يتعلق بالطريقة اللي حياتهم بها ده تمشي مهمشين مهمشين مغيبين فهايا العراض هي الطريقة الوحيدة اللي ديقدرون يعبرون بيها عن نفسهم ويخلون اهلهم او الاشخاص المقربين منهم ينتبهون عليهم هذولي ناس مهمشة من حتجيك ابنية صغيرة تجيك مأت وصل الطوارئ فاقد الوعي او شلل مفاجئ او عمى مفاجئ هايا ما عدها قدرة انه تدافع عن نفسها بغير طريقة ما عدها قدرة انه تقول enough enough stop the abuse بغير طريقة فهايا طريقتها الوحيدة انه تعبر بيها عن نفسها فلذلك ما عريدكم تكرهوهم لان هو من السهل جدا علينا انه نكرههم لان يجون يقلبون الطوارئ قلاب ويلوصوها علينا وإحنا عدنا heart failure وعدنا kidney failure وعدنا stroke وعدنا hypertension كيسات تحسها انه تستحق اهتمام اكثر فهذول يجون كل واحد يجي يجون عشرة ويا فاني ما اريدكم توقعون بهذا الفخ احنا بوقتها ما احد ما قال انه بس انا دا اقول لكم هذا الحشي صح هم صعب علينا انه احنا نتعاطف وياهم بس ترى هم لو كانوا عدهم قدرة على التعبير عن نفسهم او عدهم صوت ما كان ما كان اجويكم ما تشوفون فديون طبيب جمعك وسط الطوارئ او استاذ جامعي او موظف مرتاح بمكانه او ابنية عندها صوت وعائلتها محترمتها ما يجون دول واضح يصير عادة بالأدوليسنس او الارلي ادولتوود يعني بالعمر اللي هو مراهقة او البلوغ ازين اكل هاي لفولز او سايكياتريك موربيرتي النيورولوجيكال احنا خالي لكم ديبرسيف او انزايتي ديسوردر نيورولوجيكال هاي الحشاية مهمة حشاية النيورولوجيكال ممكن اضيفها ان شاء الله لو هذا السلايد لو للسلايد القبله جماعة الترو ابيلبسي ممكن يصير عندهم سايكوجينيك سيجرز يعني شون يعني هو عنده ابيلبسي ومشخص انه هو عنده صرع بس ممكن يصير عنده سايكوجينيك سيجرز كوموربير من وراء الضغوطات من وراء الضيم مالة المرض ممكن يصير عنده وهاي يستحقل لها بين قوسين لو هذا السلايد لو للسلايد القبله اوكي الفطاح انه اقول له يابا ترى انه انت رح تتحسن انا الاعراض مالتك اشوفها رح تتحسن في خلال يوم او يومين بالزايد ميشي اقول له هما ذول يصيرون highly suggestible لان lower intellectual levels فthey will believe anything that you say فاقول له انت اعراضك ما رأي علينا قبل انو شايفيها ممكن في خلال يوم او يومين تتحسن اوكي والمفروض انه اذا اكو اي ضغوطات ده تسوي الحالة انا احاول اشجع المريض واهل المريض انو يحلون هاي الضغوطات طبعا this is not always possible sadly اللي داي يصير بالطوارقات كالتالي الهدف من انو اهل المريض يجيبون المريض مثلا هو فاقد الوعي الهدف انو انصحي فانتو you will implement measures حتى تصحي المريض هاي المجرز رح يعلموكم عليها زملائكم الاكبر من عدكم بالطوارق ما رح تخل بيها انا بس الحكاية اللي تحكوها الاهل المريض ورا ما يقعد المريض من الغيبوبة بين قوسين air quotes air quotes هي التالية مريضكم او مريضتكم داي يتعاملون مع ضغوط نفسية شديدة دماغهم ما داي يقدر يتحملها او يستوعدها لذلك دماغهم وجهازهم العصبي داي يتفاعل مع هذه الضغوطات الشديدة على شكل اعراض جسمية فانصحكم تودون مريضكم او مريضتكم لطبيب نفسي لان موزين عليهم يبقون بهاي الحالة هاي الحكاية ما هتاخذ من عندك اكثر من عشر ثواني ضرورة مراجعة المريض لطبيب نفسي طبعا انا ما انصح انه المريض يدخل مستشفى ما انصح لان بس دخل المستشفى اتعزز السكرول عنده الدورة بعد يقوم يتشلب وكل ما يصير عنده ضغوطات او مشاكل تصير عنده هاي الاعراض وتعالوا دخلوه مستشفى قبل المستشفى في الشهر شهرين فدخول المستشفى غير منصوح الا اذا كان لاجل الانيشل وورك اوب بقيس جديدة انا ما متأكدة من عندها انه هي كونفرجن لولا بهالحالة انا ادخل المريض للمستشفى اذا كان البرزنتيشن مالتا سيريس واسوي انيشل وورك اوب بس وراها بعد بالسبسيكونت اتاكس بعد احاول انه ما ادخله الا اذا صار change in the pattern of symptomatology ذاك الوقت ممكن اضطر انه اعيد الورك اوب بس هذا الديسيجن should be made individually يعني اذا طول الوقت يفقد الوعي بس بعدين صار عنده new onset of parastasia اقول ليابه تعالينا باتشل حتى مثلا نسوي لك فحوصات نشوف هاي البرزنتيج الصدق انه هي real organic cause لبها الحالة ممكن انه اضطر انه ادخله للمستشفى حسب الحالة بس في حالة اذا كانت يعني هو already الورك اوب مالتا normal ونفس الpattern of symptomatology ما انصح انه ادخله مستشفى واضح هسه هسه نجي الى انه هو البروغنوسيز مالتي حقيقة مع العلم انه اكو spontaneous recovery بالمرضة البروغنوسيز البروغنوسيز مع البروغنوسيز مع البروغنوسيز 40-66% الاتاك زينه وما عنده ما عندها فد medical or neulogical comorbidity يعني مثلا البروغنوسيز قلني لكن overall prognosis is poor يصيب worsening or recurrence or persistence in 40-66% of patients هسه نجي على هاذا الجدول العظيم اللي اكيد انتو familiar with اللي هو المقارنة ما بين الشمرات العضوية والشمرات النفسية اللي هي P N E S Psychogenic Non-Ephileptic Seas خلنا نشوف المقارنات فإحنا الشمرات الليلية تصير بالصرع العضوي بس ما تصير بالصرع النفسي الأوع اللي هي تصير قبل الشمرة تصير بالصرع العضوي بس ما تصير بالصرع النفسي ازرقاق البشرة تصير بالصرع العضوي بس ما تصير بالصرع النفسي إنو من يوقع ينصاب تصير بالصرع العضوي بس ما تصير بالصرع النفسي يفقد السيطرة على إدراره تصير بالصرع العضوي rare بالصرع النفسي يعني نادرة rare or none وراء الشمرة يظل confused for hours موجودة بالصرع العضوي ما موجودة بالصرع النفسي بالنسبة إلى حركات الجسم شوفوا سبحانك يا ربي يعني هو رب العالمين his creation is absolutely perfect يعني عندك ما بين كل حركة وحركة يكون منظم مضبوط ضبط بينما حركات الصرع النفسي تكون عشوائية غير منتظمة طبعا الصرع العضوي لا الصرع النفسي أحيانا يجيبونا إياهم الغرفة الفحص وإحنا من نجيب سيرة الشمرة هي تنشمر قدامي حتى عودة تشوفني إنه هي هيدا الصير عدها أو من زوجها يذكر هذا النوضوع قدامها رأسنا الصير عدها مباشرة affected by suggestion بالنسبة إلى تخطيط الدماغ مو قلنا إنه تخطيط الدماغ الفيديوي نرجع عليها لحشاية هو الطريقة الوحيدة حتى عن طريقها إحنا نعرف فبالنتيجة تخطيط الدماغ رح نشوف بالصرع العضوي رح نشوف spike and wave هاي ما موجودة بالصرع النفسي post-ictal slowing بال EEG ما موجود بالصرع النفسي inter-ictal abnormalities ما بين كل شمرة وشمرة ممكن تكون some abnormalities in EEG بس ما تكون clinically relevant هذا يكون variable حسنا نجي إلى Illness Anxiety Disorder اللي قلنا إنه هنانا المريض يكون pre-occupied ليكون صار عنده في serious illness حتى نفرق عن Somatic Symptom Disorder المريض يكون focused على عرض جسمي واحد أو أكثر يصير عنده بينما مريضنا أبو Illness anxiety يجينا يقول لنا أنا عندي أعتقد أعتقد أنه عندي سرطان بالأمعاء أوكي هنا الأعراض الجسمية ما موجودة وإذا كانت موجودة كل شدتها خفيفة هذا همينا حتى تفرقوها عن Somatic Symptom Disorders هذا عنده كلش قلقاته بشكل عام على صحته زين ويظلي يشيك يظلي يدور يظلي يروح للطبيب يظلي يسوي تحالي هنالا المفروض ستة شهر أو أكثر بس مثل Symptom Migration ممكن يجي يقول أني عندي سرطان بالدماغ لأن عنده وجع راس كلش خفيف بعدين يجينا ورا ستة شهر يقول أني عندي سرطان بالمعدة لأن شوية عنده حرقة معدة بسيطة شوية المفروض بالإضافة إلى Illness Anxiety هنالا آني تقريبا نفس العلاج مالت السوماتيك Symptom Disorder أني أكنك له وي طبيب واحد وهذا الطبيب لازم يمر له بشكل frequent وبشكل brief Psychotherapy CBT CBT حسوي له Psycho Education على مرضه الأتتتود مالته وأنه لو هو بيركز بشكل selective على هاي الأعراب شافوا أن Illness Anxiety ممكن يستجيب للselective serotonin reuptake inhibitor عكس السوماتيك Symptom Disorder اللي ما كفد وممكن أنه يعالجه تركزولي عليها Illness Anxiety Disorder Might Respond Selective Serotonin Reuptake Inhibitors Psychiatric Comorbidity فهاي لازم شوية أعدلها أقول لكم The Core Symptomology Of Illness Anxiety Disorder ممكن يستجيب للassess رايز لأن إحنا هنان قلنا Il Core Symptomology Malat Somatic Symptom Disorder ما كو أي دو ممكن أنه يعالجها فهاي تخلوها ببالكم Illu Prognosis ما التي مزمن لكن episodic waxing reining relapsing remitting good prognosticators إنه مدة المرض قصيرة الonset acute شخصيته و ميكانيكيات الدفاع مالته قبل ما يصير المرض زينه ما عنده في childhood abuse هاي good prognosticators واضح فإحنا illness anxiety طبعا أكو جداول موجودة بالمحاضرة بس هالي أنت رأ ممكن تجيكم بالأمسكيوات حبايب إنه illness anxiety يجينا preoccupied إنه ليكون عنده مرض خطير فينطيك تشخيص والأعراض الجسمية ما موجودة وإذا كانت موجودة كلش خفيفة شدته زين ويكون equally common بالmen and women وممكن الSSR تشتغل عليه الكور symptomatology مالته هس نجي على السيكولوجيكو فاكتور افكتين اذا شنو معناته معناته إنه مريض عنده مرض عضوي بس يصير عنده فد عامل نفسي أو سلوكي واحد أو أكثر ممكن يأثر على هذا المرض العضوي بطريقة سلبية إنه زيد خطر المعاناة الموت أو الإعاقة الشون رح يأثرون بشكل سلبي على هاي الحالة العضوية إنه يأما يأثرون على العلاج يأما يضيفون ريسك فاكتور آخر أو إنه يأثرون على الدزيز بروسس نفسه إش تشمل تشمل إنه إنكار الأعراض يعني نقول لي يابا أنت عندك حالة خطيرة لازم تعالج لا أنا كل شي ما بي أو أنه ما يلتزم بالدوة خلي ننطيكم مثال مريضنا هو بيربو بس عنده أعراض انكزايتي هاي الأعراض ده سوي اكزاسربيشن لربو مالته نقول لي يابا أنت لازم تراجع طبيب نفسي لأن الضغط النفسي دي يأثر عليك دي يزيد الخطر مالة الربو مالتك لا أنا كل شي ما بي أو مريضنا يصير عنده أوجاع متكررة بالصدر يمعود روح للطبيب ترى احتمال يصير بيك ذبحة جلطة أنا كل شي ما بي ما روح للطبيب أو مريضنا هو يتلاعب جنعة الانسولين حتى ريد يخسر وزن أوكي فلازم التشخيص يكون إنه عنده حتى أشخص لازم يكون عنده تشخيص عضوي حالة عضوية لازم تكون موجودة فقلنا العوامل النفسية أو السلوكية تأثر بشكل سلبي على هاي الحالة العضوية بطريقة واحدة على الأقل أما تأثر على كورس العلاج أو تزيد الريسك فاكترز أو تأثر على الباثوفيزيولوجي مالتلي تريتمينت أو من الممكن إنه تسو الأعراض أو إنه ممكن إنه تحتاج مريض هو دايبتك وإذا يأخذ إنسلين حتى يقل الوزن يحق إنسلين بالنتيجة يفوت بكوما حيبو غلايسيم بكوما أحتاج urgent medical attention because of that هذا إحنا ليش خلينا لكم يا شباب وبنات لأن هذا أنت حتواجه هواية حصير مثلا بالروموتولوجي بالنيورولوجي بالإنترنال ميدسين مثلا كيس هو مثلا بالروموتولوجي سيستميك لوبس أريثماتوسيس وترفض تأخذ العلاج أو دايبتك ويرفض يحقن يرفض يحقن الإنسلين أو يرفض يلتزم بالدايت أنا جزعت أنا مليت أنا ما أريد أو مريض هو يعرف كل الزين أنه عنده كارديوفاسكولر موربيديتي ومستمر بالتدخين مع العلم أنا أقول أنت لازم ما تدخن هو مستمر بالتدخين ومعاند فهناني أنا لازم أسوي للسايكو أدجوكيشن همي أن لازم أن أنا أنسق ويا الطبيب المعالج للمريض مثلا أبو الروموتولوجي أبو النيورولوجي أبو الانترنال مادسين أبو الاندوكينولوجي رحي نسق وياي ممكن أن إذا أكل كوموربيد انزايتي أو ديبرشن أعالجها أكوردنجلي سيرتينورجيك ايجنس كوغنيتف بس هي حقيقة ذول المرضى هما بالنسبة يعني إحنا بالنسبة إنه نشوف هذا الbehavior ومالتهم هو إديوتك أنت you are ruining your own life يعني مريض هو recovering from an acute myocardial infarction يوجع يدخل رأسا هو بالنسبة إليه جوز إنه صارت عنده فالتهديد للحياة وديشوف إنه there is no point إنه يحس to have fun بس إحنا بالنسبة لأنه هذا نشوف self-destruction فهذا لازم نحاول نوصل إنه شنو اللي بباله وشنو فكرته بالربط وش وهي شدي يسوي ونحاول نفتهم الأموم من وجهة نظره واضح فهايا كلش مهمة رح تعانون منها هواية ورح تواجهوها هواية بس نجي على الفاكتشيس ديسوردر والمالينجورين الفاكتشيس ديسوردر هنانا حتى تفرقوه عن الكونفرجن قلنا بالكونفرجن مرضانة ينتجون الأعراض بشكل لاواعي ولا يستطيعون السيطرة إنه شوكة الأعراض تطلع بينما بالفاكتشيس ديسوردر مرضانة انتنشنلي انكنشيسلي يزورون العلامات العضوية أو النفسية على موت حتى يحصلون للبرايماري يعني شنو برايماري انه يريدون انه يعاملون كموربة assume the sick role and gain attention from medical staff يردون انه الأطباء والممرضين والكادر الطبي يهتم بيهم هذا لغين مالتهم ما ما كو في external rewards يعني مثلا في التعويض مادي اجازة من الشغل ما كو هو يتونس انه يلعب دور المريض وانه يهتمون بالاطباء والممرضين والكادر الطبي هذا ل primary gain فهنان حتى تفرقوا عن secondary gain بال malingering وقلنا هنان بشكل واعي intentionally unconsciously هنان يزورون الأعراض والعلامات العضوية والجسمية وما كو فد obvious external rewards اكو فد اختراع اسمه factitious disorder imposed on another طبعا هذا كلش popular بال films وحتى هايا gypsy gypsy rose هايا اللي امها سوت لها كل ذن الأمور هذا factitious disorder imposed on another اذا شافين الماديكال dramas تجي امي جايب ابنها ابنها صغير ويتراوالهم الأطباء انه هو بيشي موزين وهي تتونس على الاتنشن وهو خطية طفلي قصقصون بيت قصقصه وكل شي ما بي مثل الوات فهذا فهذا نسمي فهذا فهذا عادة يصير بالأمهات مزيان فسحنا حنيجي على مثال امي تجيب ابنها للطوارق regularly لان هي she wants to meet her boyfriend who works at the hospital يعني مثلا هي تجيب ابنها او ابن خطها او جاهل عندهم بالعائلة تقول لهم هذا مريض ولازم اوديه للطوارق الوش لان هو موظف الامن او من ضمن الكادر الطبي هو her boyfriend she has a romantic relationship with هذا اعتبر secondary gain مو primary gain مو مثل هذا اللي يطلع بالافلام والمسلسلات هذا اعتبر secondary gain اللي هو malingering دا تريد تحصل مكافأة خارجية انه meet her boyfriend فهذا مو primary gain الفاكتيش disorder بالعراق الصراحة كلش rare اغلبية الحالات اللي نشوفها اللي هي تزوير الاعراض والعلامات هي malingering عندهم secondary gain اوكي فهنان ممكن انه الاعراض النفسية انه يقولون انا دا هلوس او انا عندي اكتئاب انسوي لثيرابي والدنيا بعدين يطلع كل شي ما بي الاعراض العضوية انه مثلا يحمون الثرموميتر حتى يصخنون او مثلا يحقنون نفسهم بالانسولين حتى ينزل السكر مالتهم زين او مثلا حتى من الممكن انه يقولون انه بطني توجعني فيسولهم يعني اللي هو استكشافي اوكي ممكن انه يفاك سيجرز قلنا اذا انه سيجرز والمفروض انكونشيز ذاك اكونفرجن اذا سيجرز وهم مكونشيز ومتعمدين هذا فاكتشيز عند هماتوريا يخلو ندم بالادرار 1% of هسبيتلايز بايشنز يعني المرضى اللي داخلين المستشفى 1% منهم عنده هذا المشكلة اللي هي يصير عادة بالكادر الطبي لان ذول يعرفون يزورون الاعراض ويعرفون يخدعون الكادر الطبي زين وطبعا مرتبط بالطرابعة الشخصية عدهم history انه prolonged illness حضيف كلمة prolonged وانه داخلين مستشفيات قبل هواية بالذات من كانوا صغار او من المحتمل انه عدهم childhood physical or sexual abuse فهم من كانوا اصغر داخلين مستشفيات وهواية اما بايتين ويا اهلهم او هم اللي انفعلا كانوا متمرضين باقين فترة طويلة بالمستشفى امراض مزمنة فهاية يتونسون عليها يقومون العلاج مالتي بشكل ملخص مفيد انه gentle confrontation اواجه المريض بشكل gentle بحيث انه ما اهين كرانته بس هم عادة ان المشكلة اول من واجههم يعوفون ويطلعون زين ويروحون لغير مستشفى هم يرجعون يقشمرون على الكعد المرة ثانية هسا نجي الى الملينجرينج اللي هو كما بالعراق هنا هذا نشوف فالملينجرينج انه يزور الاعراض الجسمية او النفسية حتى يحص secondary external gain يأما انه يتجنب يدخل السجن يأما مثلا يريد فد ادوية مهدئة يأما انه يحصل تعويض مادي طبعا ملينجرينج is not a psychiatric condition is not a psychiatric disorder فهنانه هذا عدنا secondary gain انه يريد يحصل في التعويض مادي او تعويض معنوي او شوف اي شيء بينما بالفقتitious disorder عندي primary gain ما كو external reward فهنانه مرضانه شيء يقولون مو مرضانه عدهم فالشكاوي متعددة وذيك بس هاي الشكاوي ما مرتبطة باي حالة مرضية معروفة عدهم فالشكاوي نايمين مستشفياته هواية قبيل يكونون غير متعاونين ومن نقول لهم يا بل انت كل شي ما بيك انت وضعك زين الحمد لله والشكر يأجو سون لا شون دكتور انا اقول لك انا بيه هيكو 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 واول ما يحصلون الهدف المرجو رأسا سبحانك يا ربي صير مثل الورد ويقوم كل شي ما بي فهذا يكون شو يعني تشوف نسبة معينة منهم بالمرضى اللي داخلين بالمستشفى هنا لانبي جانب خداء فانت لازم تخلي ببالك انه ذولي تكون منتبه عليهم لان احيانا انت لداخلك مستشفى لازم تشوف تشيك يعني احنا حتى نقاني منها بالطب النفس يعني انا اكو مريضة من المرضى دخلت على موت substance misuse فطلع فطلع طالع بكفالة من السجن ودريد يحصل دخول المستشفى على موت substance misuse حتى قد انه تخف المسئولية عليه هو ما يعرف انه اي جريمة ترتكب والمريض انتوكسكيتد هذا مشدد وليس مخفف يعني مثلا مريض شرب وارتكب جريمة هذا عامل مشدد وليس عامل مخفف ما ما يعتبروه عامل مخفف بالقانون بالعكس عامل مشدد ما كنت سكران وارتكب الجريمة هذا بالعكس هذا ما حد ما يتقبل وطبعا يكون significantly more common in men than women اي شي antisocial هذا يميل significantly more common in men ال women اللي هما الفاكتشيس ذول يتوانسون على السكرال where you doing attention from the medical staff ذول women المن لا يحصلون secondary game من هاي الامور فنشوف هما هوا احنا بالبراكتش هما ذول فمثلا المريض اللي يفقد الوعي هس خلي نجي المريض اللي مثلا يوقع تجي نوبات سقوط متكررة بس هو مواعي ومقاصد انه هاي نوبات السقوط هذا نقول علي conversion المريض اللي نوبات سقوط متكررة بس هو دي سويها بشكل متعمد حتى الاطباء ينتبهون علي ويعيش دور المرض بس ما عند اي فائدة خارجية هذا فكتش المريض اللي نوبات سقوط متكررة على موت حتى اهله ليجب روء انه يدرس هذا ملنجرينج فال unconscious conversion conscious بس بس primary gain هذا فكتش conscious و secondary gain فائدة خارجية هذا ملنجرينج وقلنا ال conversion والفكتش مور كمان ان ومن بينما الملنجرين مور كمان ان من اكو طبعا فحوصات neuropsychological testing من الممكن انه يكشف لنا التراجع الادراكي المبالغ بي cognitive impairment اللي هي تكون exaggerated الامنيجيا وجماعة الامنيجيا اللي هما ذي fake درسنا لكم اياها العام اذا تذكرون بال memory بال course مال behavioral sciences وقلنا لكم انه فحوصات الشخصية اكو بيها لاي تست قسم من ادها اذا تذكرون بموديول sciences اوكي فاكو فتفحص عدنا اسمه test of memory malingering هذا ممكن يلقو فينا ذني الامر لازم انه اني اواجه المريض بس المشكلة اول ما اواجه يدير والجو يطلع احنا حاول انه احنا والله ما ادري اش اقول لكم الصراحة يعني المفروض واحد يحاول انه يعني انه انت ما اتهين المقابل مزين بس يعني حتعانون من هاي النماذج راح تشوفوهم هواية وتعانون منهم انه they fake symptoms حتى يحصل فصل يحصل تعويض مادي يحصل اجازة من الشغل يحال للتقاعد لاسباب صحية اوكي مزين هسا هاي الجداول اللطيفة الضريفة الحلوة اللي هي يتلخص لك الحشي اللي حشي هنا المفروض يكون يعني عرض جسمي واحد او اكثر يكون المريض مركز عليه بشكل obsessive excessive focus on the symptomatology being symptomatic for more than six months illness anxiety اهنان يتراوال انه عند serious illness at least six months in the absence of somatic symptoms وقلنا اذا somatic symptoms موجود فتكون كلش خفيفة بالشدة هاذا يصير عند doctor shopping care seeking type goes to many different doctors seeking help concern persists despite medical evaluation and reassurance اهنان باعوني كل الزين وانتبه علي ال illness anxiety disorder اذا المريض يعتقد انه عنده fed serious illness i think i might have stomach cancer بها الحالة انا اعام لك illness anxiety disorder اذا المريض مصدق 100% ومعتقد 100% بدون اي مجال للشرك مو i think i might have i believe one million percent that i have stomach cancer اهنانا دخلنا بخانة delusional disorder somatic type ابو illness anxiety يقتنع شوية بمجال للرجعة يعني ممكن اني بنهاية السشن احصل من عنده انه اوكي اقتنعت بس بعدين يرجع لي السشن الاخ انه مقتنع فهي تدخل الovervalued idea بس حقيقة بالpractice الline of demarcation كلش blurred فلذلك ذول المرضى يصيرون مزعجين يعني they border on delusional بس هي بالكتب هي مو delusional بس بالحقيقة بالpractice انا اقول لكم يعني الانتنسيتي مالتها اكو ريحة psychosis اكو ريحة بس هي اكو ريحة اكو flavor اكو خيط طيف ما السايكوس عنده هذا بالpractice اللي احنا شوف بس بالكتب لا بالكتب ابو illness anxiety يقول I think I might have stomach cancer بينما ابو delusional disorder somatic type I'm 100% sure that I have stomach cancer شي تشوف ما يصدق conversion sudden dramatic loss of sensory or motor function عم شلال يكون associated often with a stressful life event يكون المرضى often unworried labial indifference وهذا with chronic pain جلنا predominant pain اللي هو specifier مو جلنا لكم specifier intense acute or chronic pain not explained completely by physical illness and closely associated with psychological distress يكون centered around pain اللي قلنا هو specifier with predominant pain حس نجي الى il factitious disorder اللي هو انه هو يزور الاعراض بشكل واعي ويريد يحصل attention for being sick فهو يقوز through unnecessary medical and surgical procedures and whatnot imposed on another اللي هو طبعا اقو اسم لاخ اللي هو منتراوز syndrome by proxy اللي هو قلنا الاماية اللي تودي ابنها للطوارئ على موذ هي تتونس انه الاطباء ملتمين عليه وديع الجو هاي factitious disorder imposed on another الاماية اللي تودي ابنها للطوارئ حتى تميت her boyfriend at the emergency department هاي secondary gain اللي هو malingering اللي حتشوفوه بالعراق هو النوع الثاني حابسيها بالبيض طول الوقت من الصبح للليل فطلعتها للمستشفى هي الطريقة الوحيدة اللي تشوف بها الشارع فهذا malingering لأن هذا secondary gain فهنا نعدنا secondary gain conscious simulation or exaggeration for financial avoiding incarceration and what not هاي الجداول المهمة وتنطين خوش تلخيص بس مو تقروه وحدهن تقروه المحاضرة كلها slide slide ترى الاسئلة تجي من السلايدات من الامسكيوات ركزولي من الامسكيوات هسا نجي الى الاضطرابات الانفصالي فسا وضحت عيني factitious factitious disorder imposed on another اللي عادة يكون helpless victim child وشفتوها هاي الكيسات اللي موجودة بالميديا وكي والملنقرنج افتهمنا اسواله في الستة وخمسين حسا نجي الى الاضطرابات الانفصالية اللي هي disruption in the integrated sense of self طبعا احنا نطينا لكم اياها العام بمحاضرة شنو defense mechanisms وكذلك نطيناكم اياها بمحاضرة الممري حسا هنشوف الديسوسية بامنيجيا فهنان الخلل يصير عندي بال autobiographical memory قلنا ال autobiographical memory يعني تفاصيل حياة لبناء بس لبناء ما رح تنسى شون تركب سيارة ما رح تنسى شون تسوي قهوة واضح اهناني بس بس اذا زاد عن حد يكون maladaptive وباثولوجيكا طبعا ال dissociative disorders مرتبطة بال trauma and stress related disorders بشكل وثيق احنا مو قلنا من ضمن اعراض ال post traumatic stress disorder ان نصير dissociative امنيجيا موجودة عدكم بالمحاضرة العملية الثانية هسا همي نحن اخذها بمحاضرة trauma and stress related disorders مو موجودة قلنا عدنا بس هم classified separately in the DSM هسا يرجع خلينا رجع بما ان هاي الحجاية خلينا رجع على somatic symptom disorder وال illness anxiety disorder مد تلاحظون انه اكو obsessional equality يعني هو المريض يكون obsessed بهذا العرض اللي دي يصير عنده والcompulsive behavior انه يروح يشيك بس هنان شن الفرق هنان المفروض انه المريض بال OCD عادة عادة يعرف انه هي هاي الاوبسشن مالت نونسنسيك رديكولاس بينما ابو السوماتيك سيمتم وال illness انجزايتي لا امآمن بيه اعراضي موجودة انا على الاكثر عندي سرطان بالمعدة قلنا اذا قال مية بالمية وما بها مجال هذا كدلوجين الوحد بس دكتورة انا على الاكثر انا يعني ما دري اعتقد انه عندي سرطان بالمعدة هذا ما يعتبرها انه هي سخيفة بس اكو ريحة اوبسشن اكو ريحة كومبولشن اكو ريحة سايكوسيز بس لذلك انفصل وضحت ليش فصلناهم فهنا نهم نفس الشيء ليش فصلنا البيتي اس دي عن ذولي لان البيتي اس دي احيانا يتذكر الحادث بشكل مبالغ عن طريق الانتروسيف ممريز والفلاشباكس والنايتمار فلو ينسى بشكل مبالغ بي لو يذكر بشكل مبالغ بي فهسا عدنا الديسوسياتف امنيجا اللي هي اكيد انتوا سامعين بيها حاشيلكم اياها العام بمحاضرة الممري مو ننساها اكيد ناسيها بس يعني hopefully some of you still remember okay اهنانا ينسون معلومات شخصية مهمة نسميها autobiographical هاي المعلومات عادة تكون traumatic in nature قلنا procedural memory preserved حتى تفرقوها عن الامراض الاخرى اللي سبب خسارة بالذاكرة قلنا انه المعلومات الشخصية اللي خسرناها حقيقة هي مدفونة بالذاكرة ونقدر نسترجعها تذكرون هاي defense mechanisms علمناكم عليها تذكرون لو لا فالdissociative amnesia ما تصير فقدان ذاكرة بشكل كامل في اغلب الاحيان في اغلب الاحيان يأما فترة زمنية معينة ننساها اللي هي localized amnesia او حدث معين ننساء اللي هو selective amnesia جماعة الdissociative amnesia منهم مناسين ما عدهم insight انهم مناسين ما عدهم insight they don't know that they have forgotten طبعا اكو psychiatric comorbidity عظيمة ونتوقع انه يزداد معدل الانتحار بالذات من المريض يبدي يتذكر لتraumatic event اللي صار بي بالdissociative amnesia عادة ان المريض يكون حيران ودايخ وحتى ممكن انه ما يذكر اسمه يعني perplexed confused والامنيجية عادة sudden onset وممكن تطول دقائق الى ايام او اكثر طبعا انتوا شايفيها بالافلام والمسلسلات الdissociative amnesia هي very popular plotline بالمسلسلات المكسيكية اللي كنا نشوفها من احنا على وقتنا من كنا مراهقين كانت هاي المسلسلات المدبلجة اللي هي المكسيكية والبرازيلية والارجنتينية كانت هي they were all the rage بعدين عبرنا على التركية وبعدين عبرنا على الكورية زيان واليابانية والانيمي وذني السوالف وحتى المسلسلات المصرية والافلام المصرية القديمة الdissociative amnesia وسحنشوف على الdissociative feud هي a very popular plotline يموتون عليها البطل او البطلة يفقدون الذاكرة يصير بيهم traumatic event ويفقدون الذاكرة وما يذكرون هما منه وما يذكرون الصار بيهم يعني مثلا هو تلقيه هو طبيب يفقد بالمسلسلة يفقد الذاكرة بس ما ينسشون يسوي عملية جراحية او ما ينسشون ينقذ حياة البطلة اللي يعود لانه طبيب فلذلك قلنا لكم الprocedural memory remains intact بس هو ما يعرف انه هو طبيب ما يدرب روحا انه هو طبيب عرفته فيما انا على الاقل يعني محافظين على الدقة العلمية هذا فالشي يحسب لهم فقلنا الانصد يصير acute اوكي هسا هناني الدياغنوسيز and DSM5 criteria او سوري فعدم قدرة على انه نتذكر معلومات شخصية مهمة autobiographical اللي هي عادة تكون traumatic in nature وما متوافقة مع نمط النسيان العادي احيانا المريض عنده dissociative amnesia وما يذكر بس على غفلة تجي فد ريحة من traumatic event او مثلا يشوف حلم بال traumatic event لذلك قلنا مرتبط بالPTSD شوية اكرتي بعض بسيط زين بس مو ذي شالفلاش باكس القوية اللي هي يصير بالPTSD الشدة مالتها كلش اقل وهو ما يذكرها الاعراض الاقتحامية بالPTSD المريض هو يعرف انه صار به كذا وكذا وكذا مو ينسى واضح قلنا procedural memory remains intact احنانا هذا dissociative fugue اللي هو subtype of dissociative amnesia همينا ينسى معلومات شخصية مهمة عنا often traumatic in nature يقعد من النوم الصبح يلقى روحة في بلدة مختلفة كليا عن المكان اللي هو كان عايش به ما يذكر أصلا هو ليش بهذا المكان اللي هو مكان بعيد عنه فالفوغي فالفوغي غو sudden unexpected travel away from one's home or one's workplace we we go not accompanied by a substance or a general medical condition فهنانا مثلا temporal lobe epilepsy ممكن يؤدي إلى dissociative reactions ال aura بالtemporal lobe epilepsy ممكن تسوي أعراض انفس عالية ممكن فهي لازم نستثنيها شايفين بالمسلسلات والأفلام أن المريض مثلا يوقع من طيارة وينقذوه وما يذكر هو بفلام مكان يروح مثلا يمشي يقعد من النوم الصبح ما يذكر أو مثلا هاي السيناريو اللي يجيكم اللي هو typical بالمسكيو أنه مثلا young woman was sexually assaulted فقدت الذاكرة الشخصية مالتها راحت سافرت المدينة أخرى عافت أهلها عافت شغلها عافت جماعتها زين بالنتيجة ما تدري هي وين وما تدري هاي المنطقة الشنو بس مثلا هي إذا مثلا طبيبة ما تنسى إنه سوي surgical operation إذا مثلا إذا باريستا ما تنسى how to make types of coffee ذا تفهموني بس تنسى هي منو مثلا لبناء تنسى هي لبناء تنسى إنه هي مدرسة في فرع الباطنية كلية طب بغداد تنساها هاي كايدنتي ما لتها تنساها بس كمثلا procedural memory هنا علاج dissociative amnesia هو أهم شي إنه آني لازم أضمن إنه المريض يكون safe ما يكون إنه ملاحق من قبل الأشخاص اللي سببوا له هاي التروم أو ما يأذي نفسه أو يسوي شي بروحه الشفاء التلقائي حقيقة كمان هنا السايكو ثيرابي هي علاج أساسي ممكن supportive psychotherapy ممكن cognitive behavioral therapy ممكن psychodynamic psychotherapy ممكن hypnosis هي عادة أساس العلاج أكو فد اختراع اسمه reaction هذا حتش نالكم يا العام بموديول behavioral sciences اللي أكيد كلكم ناسي إنه من المريض يكون عنده dissociative amnesia ويبدي يتذكر التفاصيل اللي خلتها يفقد الذاكرة تفاصيل الحدث المستفاصيل الترومة يتذكرها يصير عنده cathartic reaction intense emotional reaction ينهار يفقد فهذا نسمي up reaction حيرتاح وراها المفروض ما عندي أي دول ممكن يرجع الذاكرة بالdissociative amnesia ما عندي فالعلاج مالتي هو علاج نفسي كلامي بالدرجة الأساس وقلنا الup reaction لازم تعرفوه هو شنو spontaneous recovery قلنا common لازم تعرفون أنه associated with a trauma والممري loss هو autobiographical procedural memory remains intact والفيوق اللي هو subtype of dissociative amnesia لازم أنه يعوفون مكانهم يعوفون سكنهم يعوفون مدينتهم يعوفون شغلهم بالإضافة إلى autobiographical memory loss واضح طبعا أكو disorder لاخ dissociative identity disorder هذا اللي هو من الناس تقول انفصام الشخصية هم يشيرون إلى الاسكتزوفرانيا بينما بالحقيقة هو هذا انفصام الشخصية split personality disorder كان قبل اسمه هسا اسم الجديد dissociative identity disorder اضطراب تعدد الشخصيات أو اضطراب الشخصية الانفصالية اكيد شايفين كوام افلام ومسلسلات عليه طبعا هو controversial diagnosis بhigh rate of suggestibility يعني ممكن هو مريض يكون عنده weak psyche يباوع على هذا الفلم ما split جيمز ماكفوي ويصير عنده dissociative identity disorder as a result فهو بhigh suggestibility factor فcontroversial ما خلينا وعالعلم هو موجود بالDSM اوكي بساني ما خليته فهنانا حاتشين depersonalization والderealization مو شرحنالكم اياها قلنا بالdepersonalization اكو as if quality يعني المريض وكأنه هو نفس مو ريال بينما ادي realization المريض وكأنه بيئة وعالم unreal patients may feel as though or as if they are observing themselves from a distance or have an out of body experience هاذا depersonalization they may experience the world around them as if in a dream or movie derealization يعني وكأنه انت حياتك دتشوفها وكأنه قاعد دتشوف film not actually experiencing your own life أو انت تتباوع على نفسك وكأنه انت شخص منفصل عن نفسك زين هايا ممكن اصير بالhealthy individuals under extreme distress من تكون كل اشتعبان من تكون جدا منتهي زين sleep deprived ممكن اصير المدة الأبسود النوبات هي مختلفة بس عادة الأبسود ممكن تطوي ساعات أيام أو حتى أسابيع طبعا يصير significant distress exhaustion intoxication with illicit substances كذلك يعني مثلا البنزو associated with depersonalization derealization حتى أخذوها بمحاضرة substance misuse disorder اللي حينطيكم إياها أستاذ مشتاق فهنان عندي التعاريف persistent or recurrent experiences of one or both يأما واحد أو اثنيناتهم اللي هو depersonalization والderealization اهنان هاي الحجاية تسكب عليها كوم عبرات مريضنا بالdepersonalization والderealization insightful إذا فقد الinsight يعتبر psychotic نقطة راسطة الازف equality اللي هي حسوي لها emphasis ازف quality إذا مصدق يعني هذا psychotic أوكي واضحة سكبوا العبرات على هاي الجملة ترى كلش مهمة طبعا تتوقع من شكولات هذا المرض انه مو common in women بس هو equally common among men and women مثل الالنس انزايتي مو قلنا الالنس انزايتي equally common يبدي بالمراهقة أو early adulthood ونادي انواء بالاكبار بالعمر اول مرة يعني لازم اذا صار بالاكبار بالعمر اول مرة احاول استثني الاسباب العضوية المين age of onset مالتي 16 سنة يبدي بالمراهقة عادة psychiatric comorbidity هوية وعادة تكون repetitive trauma as one of the causative factors طبعا الcourse will prognosis يكون chronic persistent or waxing and waning يعني مثلا حتى لو اذا صار المريض زين مني صور يرجع يصير عنده العلاجات اللي هي تفيدني بالdepersonalization derealization disorder هي كلامية in nature طبيعتها كلامية العلاج الدوائي ما عندي في الدواء يشتغل على core symptomatology مالة depersonalization derealization disorder هاي تحفظوها يعني علاج depersonalization والderialization disorder هو بالدرجة الاولى كلامي العلاج الدوائي ما عندي دوة يشتغل على core symptomatology مالة هذا disorder مزين فهو احد disorders المزعجة طبعا ويا psychiatric comorbidity جدا عظيمة بس الprevalence مالة قليل هاي المحاضرة تشمل امراض حقيقة تشكل clinical dilemma لاغلبية psychiatrists يعني مثلا انا يجيني مريض schizophrenic ابديله لprotocol مالة anti-psychotic drug treatment بس هنانا اغلبية هاي الامراض ما كفت agreed upon protocol وتلعب هواي عوامل بيه فهنانا صعب علي انه اعالج حقيقة العلاج مالتها difficult وتحسون اكو فالdiagnostic overlap ما بين ذول الامراض بس احنا خليلكم طرق واضحة حتى تفرقون بيناتهم فانشاء اللي تكونون استفاديتهم من محاضرة اليوم اللي هي حنطيكم اياها today sunday حضوريا ونشوفكم ان شاء الله في محاضرات قادمة تصبحون على خير مع السلامة